هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث تم افتتاح تطوير محطة مصر وتطوير نظم الإشارات وافتتاح محور 54 للربط مع محور أبو ذكري كما شهد الرئيس السيسي افتتاح كبري الدوران للخلف بالعمرية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ترجمة نانسي قنقر